أكدت الحكومة الحرصة على التوسع في صناعة السيارات الصديقة للبيئة للوفاء باحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية تصنيع مشترك بين شركة صناعة وسائل النقل MCV وشركة فولفو بهدف تصنيع أوتوبيسات كهربائية لتصديرها للسوق الأوروبي وبنسبة مكون محلي تبلغ 50% بما يسهم في توطين صناعات وسائل النقل في مصر ومنها صناعة الأتوبيسات الكهربائية الصديقة للبيئة وزيادة حجم الاستثمارات في مصر خلال هذه المرحلة وأوضحت الحكومة أن هذا الاتفاق يعد من أهم ثمار الزيارة التي قام بها وفد وزارة التجارة والصناعة للعاصمة السويدية ستوك هولم في مارس الماضي والتي تم خلالها عقد لقاءات مع عدد من الشركات السويدية إلى جانب المشاركة بفعاليات منتدى الأعمال المصري السويدي المشترك حيث تمت دعوة الشركات السويدية لضخط استثمارات بالسوق المصري